هنرجع مع فيديو انا شايفه مهم لان صاحبه احنا دائما كنا ناخده بشكل من الطرافة والدعابة المحببة وكان بنقول ايه عندما تكون اهلاوي او زملكاوي تاخد الامور بالطريقة والنقشة بهذا الود احنا كده بنقضي على جزء كبير من الاحتقان وده كان هدفنا الحقيقة السيد عمري اديب هو راجل طبعا زملكاوي ولكنه هذه المرة ولأول مرة ما يقدرش يتحكم في نفسه تعالوا نشوفوا الفيديو بتاعه وخلي بالكم البادي لانجيج بتاعه عشان حيبقى لي تعليق عليه ايه المسؤولين في الاهلي بيكلمونا انه الاهلي مظلوم يا جدعان انت عمركو سمعتو ان الاهلي بيتظلم سؤال يعني بيتظلم رسمي شعبي ايه حظي اي ظلم يعني هل النادي الاهلي ده نقدر ان احنا نصنفه على انه نادي مظلوم يعني ازا كان النادي ده نادي مظلوم يعني بعد ما ماتش خلص المسؤولين في النادي الاهلي بيتكلموا عن انه في ظلم وانه فيه ايدي خافية ايه ده انت بقى لك عشان سين بتاخد الدوري يعني الكلام ده لو تقولهم اصنو فيه سنة اه حصل لنا كزا وفيه سنة حصل ده انت بتاخد الدوري علىولا علىولا وتبقى مظلوم امان لو مش مظلوم هتاخد ايه مش مظلوم حكسة بالله اقدر عليه او اخسر وانا مش مظلوم يا سيد عمر الحمقه دي لها سبب انا فهمه ومقدر والله الصراخ والغضب اللي كان على وشك وانت بتتكلم الاهلي مظلوم ها الاهلي بتظلم زي 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 نادي هو ما بتظلمش غير نادي بتاعت بس هو اللي بتظلم هو اللي منحق ويتكلم اربع سنين كل يوم 365 يوم على كافة الصعيدة والمستويات الظلم الظلم وتحقيق العدل وتحقيق العدل وين مسئولين بيطلعوا يقولوا هذا الكلام لكن لما انت تقول بنطالب اتحاد الكرة بالعدالة والجدول والمش عارف ايه والمرعاة العدل لا ده ما ده حقك ما لاش دعوا على فكرة بالمكسب والخسارة صاد عمر لان المكسب والخسارة دي قصة طويلة اوي انت فهمها كواس اوي بس مش عايز تتوقف قدامها قصة ليه علاقة بالنظام قصة علاقة بالمصدقية في العمل بوضع الضوابط والحدود بالثواب والعقاب بانك انت تكون صادق مع نفسك وانت تتعامل مع ازماتك فتخرج سريعا من كبواتك هو ده اللي بيحقق الانتصارات مش التغني بالمظلومية والاهلي لما بيتكلم على المظلومية بينبه يا جماعة شايفين حاجات مش مراحة هو انت من حقك تضغط بالمظلومية عمال على بطال مرة بنادي الدولة ومرة بالاكسر شعبية ومرة بالاهرام ومرة مش عارف بالرعايات اللي المفروض تتوزع ازاي ومرة وبالملاعب وبالتحكيم ونادي الدولة نادي دولة ايه يا صاد عمرو وتحكيم ايه يا صاد عمرو واحنا الكلام ده تفتح ميت مرة وحنسيبه بقى يعني لان الحاجات الرقمية والحاجات اللي فيها حاجات مصورة وتصريحات مصورة ولما يطلع اكتر من مسؤول عندك وقول والله احنا بنقول المظلومية عشان نضغط بيها ده انت هذي تصريحات من اعلامك ومسؤوليك فصاد عمر مقدرين اللحظة المتعبة اللي انت كنت فيها مبارح لان احنا تعبنا فيها والله يعني عندما كان الاهل متراجعا كنا تعبنين وعندما تعادل قلنا برضو لسه مش نافع الكلام ده فعندما يفوز النادي الاهل بالطريقة دي في دقيقة 93 وشوية قبل نهاية المبرأة تقريبا بدقيقتين لا انا مقدر حالة اللي انت كنت فيها بعد ما ععدت تحسيبها وععدت تشوف الدنيا مشى ازاي وععدت من حقك بس كنت اطلب منك لانك انت بهذا الزكاء انك تمسك نفسك مش ضروري ساعدة تعلق لانك حلقت بغضب ففقدت طبيعتك طبيعتك اللي هي بتاخد الامور بطريقة تانية في سياق اكثر هدوءا يعني وما تقولش بقى الايه بتتظلم اها بتظلم اي حد بتظلم والاهلي بتظلم ويا سيدي الزمالك بتظلم والاسماعيلي على فكرة والمصري والاتحاد والانتاج وكل الانديا بتتظلم بيجي لحظة بيجي لك ظلم او الشعور بالظلم او الشعور بالظلم ما هو انت كل واحد يا استاذ عامر حيفكر في اللي يخصه مش حيفكر في اللي يخصه اللي قدامه حيرى الظلم والعدل من منظور ما يحدث له فقط ويجرد نفسه من كل حاجة من اللي حواليه ولكن النادي الاهلي لا يتوقف امام المظلمية ولكن ينبه مش عايزين مش عايزين الامور تمشي بالطريقة دي بهذا الغموض وهذا التضارب وهذا مش عارف ايه والكابتن سيد لما بيتكلم بيتكلم من منظور احداث يعلق عليها